مرحبا أهلا وسهلا بكم وأتمنى إن شاء الله أن يكون الجميع بخير عيد مبارك سعيد عليكم وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم طريقة نصخ الأصوات الخاصة بالأكابلة إلى سابي 5 طريقة نصخ الأصوات إلى سابي 5 ستكون متوفرة إن شاء الله في هذا الفيديو إذا كان الصوت فيه ضجيجا ما فأنا أعتذر فقد دع مني الفيلتر الخاص بالمايك قناة التبادل المعلومات التقنية قناة مختصة في برامج هاتف الأندرويد وأكثر اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو إذن على بركة الله ننطلق إلى الشرح أول شيء سنقوم به هو فتح الرام وسنكتب فيه أب داتا أب دا 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 سندخل هنا سنبحث عن إنفيديا لماذا إنفيديا؟ لأن إنفيديا هي التي تتوفر على إضافة الأكابلة أنت إذا كانت لديك إضافة أكابلة تحتوي على أصوات تعمل بنجاح تستطيع استعمالها في هذا الشرح أنا سأنزل حتى أجد رامين رامين سأدخل إليه ثم سأبحث عن إنفيديا جيد إذن وجدت الإنفيديا سأدخل إلى مجلد الإضافات أدن سأدخل إليه ثم سأبحث عن إضافة الأكابلة جيد سندخل إليها ثم سننزل حتى TTS ثم سندغط على حرف R لنسمع رقبا أنا قمت بإلغاء خاصية الحروف والأرقام والعلامات جيد إذن غيك بوان با أو غيك با سندغط على Shift F10 أو Application وسننزل حتى تشغيل كمسؤول أفغير طنك أدمينستراتور إكزيكتي أن تونك أدمينستراتور لا تنتبه إلى علامات تنسيس منفريدة ثم ستأتينا رسالة هل نعم أو لا سندغط على سندغط على نعم ثم سننتظر جميل هذه الإضافة إذا كانت توجد لديك خاصية السابي أربعة ستنصخ الأصوات إلى السابي أربعة وإلى السابي خمسة دعونا نتأكد من هذه الأمور الآن سأغلق هنا وسأذهب لأضغط على Answer Control S Answer Control S سننتظر أطف على سكان منشيس السابي أربعة السابي 4 سننتخل إلى a إذن l'آصوات موجودة عندنا في السابي أربعة إذن دعونا نتأكد من الثابي 5 إذن الثابي 5 يعمل فيها إلو كونس إذن كيف سأحول إلى الأصوات سأضغط على أنسير كونترول وسأتنقل باليسار جيد إذن سأنزل كما ترون الأصوات تعمل في الثابي 5 بتنائية اللغة وفي الثابي 4 بتنائية اللغة وإلو كونس يعمل مع خاصية أكابيلا فويس أيضا تعمل عادي جيدا كما ترون ودعو الفويس تعمل عادي مع تنائية اللغة سنتأكد إن كانت إلو كونس تعمل مع تنائية اللغة سندخل إلى اليوتيوب سننتظر فتح الواجهة بحث البحث باستخدام طلابات صوتية إنشاء تطبيقات الإشعارات جميل إذن تنائية اللغة تعمل بشكل عادي جدا كما هو ملحوظ إذن الغاية من هذا الفيديو هو طريقة نسخ الأصوات إلى الثابي 5 والثابي 4 إذن لمن يسألوني عن كيفية نسخ الأصوات إلى الثابي 5 والثابي 4 إليك أخي الكريم الشرح المفصل يمكنك نسخ الأصوات والجميل أيضا يمكنك العمل بالأصوات المنصخة في الثابي 4 والثابي 5 إذن فتحت معنا البالابولكة دعونا نتأكد إذن هذه ثابي 4 وهذه ليلى مارغو جيد في الثابي 4 توجد فقط أصوات الأكابيلا و في الثابي 5 توجد إلوكونس 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 أكابلا أكابلا مربو 22K هحكيو فرانسي فوانس أكابلا ليلى أكابلا إيزار 22 أكابلا بنو 22K أكابلا أكابلا سالماء عراب عربي ساود أكابلا أكابلا ساده عراب عربي ساود وساعدة أيضا توجد هنا يمكنني تحويل النصوص من الفرنسية إلى العربية أو إلى من مكتوب إلى صوت بصوت ساعدة أكابلا أكابلا إزار عغلي جيد جدا إذن إلى هنا ينتهي شرحنا لهذا اليوم أتمنى لكم كل التوفيق دمت لكم الأفراح والمسرات كان معكم أخوكم يونت بروين أتمنى لكم أيضا مباركا سعيدا وتحياتي قناة التبادل للمعلومات التقنية قناة مختصة في برامج هاتف الأندرويد وأكثر اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو